صيادون يمنيون يشكون من عمليات اعتقال وتعذيب تعرضوا لها في جزر أرخبيل حنيشة اليمنية الخاضعة للقوات السعودية منذ خمسة أعوام معلومات أدل بها سبعة عشر صيادا ينتمون إلى قرية قطابة في مدرية الخوخة وأضاءت على الجانب غير المرئي من سلوك القوات السعودية والانتهاكات التي تمارسها بحق الصيادين في هذا الأرخبيل الواقع قبالة مدرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة وطبقا لرواية هؤلاء الصيادين فإن أحدث عملية احتجاز وتعذيب وقعت السبت عندما كانوا يقومون بمهمة صيد الروتينية في مياه جزيرة حنيشة الصغرى حيث تفاجأوا بتوقف زورقا حربي إلى جوارهم يقل ضباطا سعوديين ومجموعة من الجنود التابعين للنخبة التهامية الذين قاموا على الفور باقتياد الصيادين إلى سجن في الجزيرة تحت تهديد السلاح ليقبعوا رهن الاحتجاز في هذا السجن مدة ثلاثة أيام تعرضوا خلالها للضرب والصعق الكهربائي ومصادرة ممتلكاتهم من أسماك وأجهزة ملاحية وأدوات الصياد أخرى تقدر قيمتها بنحو مليون وثلاثمائة ألف ريال يمني وضعت القوات السعودية يدها على جزيرة حنيش الكبرى بعد عملية عسكرية استعراضية نفذتها في 11 ديسمبر 2015 مقابل تواجد عسكري محدود لقوات تابعة للجيش السابق وعناصر من مليشيا الحوثي لتبدأ على إثرها معاناة الصيادين اليمنيين في مياه أرخبي الحنيش فمنذ بداية التدخل العسكري للتحالف في مارس أذار 2015 واجه الصيادون اليمنيون في البحر الأحمر ظروفاً أمنية بالغة الصعوبة ساهمت إلى حد كبير في الحد من نشاط الاستياد الذي يعتمد عليه سكان المدر والقرى الساحلية كمصدر دخل أساسي إلى جانب ما يشكله ذلك من تهديد الاحتياجات اليومية للسكان من الأسماك لم يضف وجود القوات السعودية في أرخبي الحنيش أي شيء يمكن قياسه من ناحية الأمان المفترض لحركة الملاحة الدولية التي كانت أحد المبررات الأساسية للوجود العسكري المبالغ فيه للقوات السعودية في جزر حنيش فالنشاط العسكري للحوثيين لا يزال يشكل من وقتاً إلى آخر مصدر تهديد لسفن التحالف المدنية والعسكرية فيما لا تزال الإمدادات العسكرية تصل إلى الحوثيين عبر البحر وفي المقابل يتضاعف الثمن الذي يدفعه الصيادون ومعهم معظم السكان جراء النفوذ العسكري للتحالف في البحر الأحمر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر